ينضم إلينا من بيروت السيد أسعد بشارة الباحث السياسي أهلا بك سيد أسعد على شاشة الغد هل هذا هو الحل عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان للتوصل إلى صورة توفقية تفضي في نهاية المطاف إلى الخروج من هذا الشهور الرئاسي؟ عندما يطرح البطريارك الماروني هذا الطرح إنما يعني ذلك أن الأمور وصلت إلى تخطط كل الخطوط الحمر في موضوع الفراغ المقصود الذي من المتوقع ليس من المستبعد أن يطول أسابيع وأشهر أكثر في ظل انهيار اقتصادي مخيف يعيشه لبنان وبالتالي هذه الكنيسة المارونية يعني البطريارك الماروني هو رأس الكنيسة المارونية التي كان لها المساهمة الأفعل في عفواً في تأسيس لبنان الكبير في العام 1920 بعد زوال الانتداب الفرنسي وبالتالي هذه المرجعية تجد تطرح اليوم تدق نقوص الخطر بأن هناك تغييراً لهوية لبنان وأن هناك فراغاً مقصوداً يمارس لجر البلاد إلى مراحل أسوأ وأسوأ وبالتالي تفضل تفضل أكمل الفكرة تفضل وبالتالي هذا لم يكن الطرح الجديد الذي طرحه البطريارك الرائعي حول مؤتمر دولي بخصوص لبنان هو يدعو بات يدعو علناً إلى تدويل الأزمة في لبنان باعتبار أن هناك طرفاً يعني لم يسمه متمثلاً بإيران عبر ذراع حزب الله يعطي الانتخاب الرئيس جمهورية ويرود رئيس جمهورية على قياسه ويختط في البلد وبالتالي يدعو إلى التدويل نتطرق إلى السؤال التالي سيد أسعد إذا ما رجعنا إلى رأس هذه المشكلة لماذا يتجه لبنان لعقد مؤتمر دولي؟ لماذا لا يتم الجلوس والتوافق والتوصل لحل لإنهاء هذا الشهور الرئاسي؟ لأن التعطيل ليس ناتجاً فقط عن أزمة سياسية داخلية بين أطراف سياسيين داخلين التعطيل ناتجاً عن إرادة بفرض هيمنة ويصاية على اختيار الرئيس المقبل بحيث يكون صورة طبق الأصل عن هوية الرئيس مشيل عون الذي انتهت ولايته منذ أيام وبالتالي هناك رغبة وإرادة في إبقاء الهيمنة والسيطرة على البلد ليست المشكلة فقط في خلاف مكونات داخلية لبنانية إن المشكلة تتمثل في وصاية تمارس على قرار لبنان وعزله عن محيطه العربي ومنع تطبيق القرارات الدولية والتجميد الدستور يعني إفهام البلدانيين بأن هذا الدستور لم يعد صالحاً وبأن هذا التجميد وهذه الأزمات المفتعلة الدائمة تدفعهم إلى الجلوس على طاولة كما تفضلت ولكن في ظل عدم تكافؤ بين القوى يعني هناك طرف يملك السلاح وهناك أطراف عزل من السلاح ومن يملك القوى والسلاح يملك قوة التأثير في أي طاولة حوار ربما تعقد حول الدستور أو غيره بالعودة إلى طلب البترار كبشار الراعي بعقد هذا المؤتمر الدولي سيد أسعد يعني من هي الأطراف الدولية الأولى المعنية من قبل البتراك للحضور في هكذا مؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا بطلعتها فرنسا المهتمة بالملاف اللبناني وطبعا الدول العربية المؤثرة مصر المملكة العربية السعودية دول الخليج العربي هذه دعوة موجهة للأصدقاء وليست موجهة لمن يريد أن يبقي لبنان في ما يعيشه وبالتالي هذا المجتمع الدولي بدءا من القوى الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفرنسا المهتمة بالملف اللبناني التي اليوم تفاوض إيران حول سبل الخروج من الفراغ الرئاسي دون نتيجة وطبعا العالم العربي الذي مهتم بأن يعود لبنان إلى الحضن العربي ولكن أن يعود معافا وليس أن يكون أسيرا في لعبة إيران في المنطقة وبالتالي هل سيكون المناخ الدولي والعربي ولكن سيد أسعد يعني هل هذه الدول ستستطيع أن تساعد بالفعل لبنان في الخروج من هذه الأزمة التي يعاني منها اليوم هذا مأزق البطريارك يعني المطلوب أن تقوم أطراف في الداخل وتقول كلمتها بالضبط وأن تطرح الصوت لا أحد لن ينوبى أحد عن اللبنانيين أنفسهم وبالتالي أنفسهم وبالتالي هل ستلقى كما قلنا دعوة البطريارك التجاوب الممكن على الصعيدين الدولي والعربي الصعيد العربي هناك اهتمام ولكن يطلب من اللبنانيين أن يقوموا بدور بمسؤولياتهم كي يساعدهم العالم إذا لم يقوموا بمسؤولياتهم لن يأتي أحد بالنيابة عن اللبنانيين لذلك أعتقد أن هذا الدعوة ستبقى حتى إشعار آخر صوت صارخ في البرية وسيبقى الفراغ إلى أن يتم ملء قصر بعبدة برئيس بنفس المعايير التي انتخب فيها ميشيل عون السيد دسعد بشارة الباحث السياسي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا